وعن آخر أخبار المال والأعمال مع الزميلة دينا شرف شكرا لك ياسر شكرا لك دينا والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا موسيقى موسيقى اجتمع وزير الزراعة السيد القصير مع وفد رفيع المستوى من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموية ممثلا في الدكتورة نوها طلعت أمين سر التحالف الوطنية والسادة ممثلة الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية وعضو التحالف الوطنية وذلك لبحث تتشين مبادرة دعم زراعة 150 ألف فدان من القمحة يأتي الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمحة الذي يعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائي موسيقى أكد وزير البترول طارق الملة على أهمية ضخء اثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول لزيادة معدلات الإنتاج وذلك لتوفير إمدادات مستقرة مشيرا إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة لاكتشاف المزيد من الثروات البترولية جاء ذلك خلال اللقاء الوزير مع مسؤولي شركة أمريكية لبحث أنشطة الشركة في منطقة امتيازها بالصحراء الغربية وذلك منذ بدء عملها في مصر عام 2016 وإلى سوق المال حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغط من مبيعات المتثمين للأجانب بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء وسجل رأس المال السوقي مستوى 706.4 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10163 نقطة بتراجع بنسبة 7 من 100% ويغلق عند مستوى 10156 نقطة كما فتح مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 2214 نقطة لغلق منخفضا بنسبة 37 من 100% عند مستوى 2106 نقطة وفتح مؤشر EGX100 عند مستوى 3165 نقطة ليتراجع بنسبة 36 من 100% لغلق عند مستوى 3154 نقطة وإلى أسواق العملات حيث تبينت أسعى العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدر الأمريكي 19 جنيه 62 قرشا للشراء و19 جنيه 73 قرشا للبيع اليورو سجل 19 جنيه 18 قرشا للشراء و19 جنيه 29 قرشا للبيع الجنيه السليني سجل 22 جنيه و6 قرشا للشراء و22 جنيه 18 قرشا للبيع وبالنسبة لعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و37 قرشا للبيع وأخيرا ريال أسعودي سجل 5 جنيهات و21 قرشا للشراء و5 جنيهات و25 قرشا للبيع قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستبيع 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بحلول نهايات العام وعلن بايدن عن استراتيجية لإعادة ملء المخدون عندما تنخفض الأسعار وتهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط التي يمكن أن تدور المستهلكين وشركات وفي أعقاب قرار أوبيك بلاس خفض إنتاج النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ترجمة نانسي قنقر